لو تتبعنا كل دوجة معناه كده وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا أول عهد التاخد عليكم هو العهد بأن أنتم ما تفسدوش وتسفكوا الدماء وكان ممكن في الأول خالص الملائكة تسأل سؤال واحد بس عن سفك الدماء بس هي سألت سؤال مركب الله سبحانه وتعالى قال إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وكأن ماذا وكأن عدم الإفساد في الأرض ده مقدس زي ما الدم مقدس كل ده مقدسات وعشان كده الناس اللي بتنظر للبيئة أن احنا بنتكلم عن شيء من الطرف نحن نتكلم عن شيء مقدس فلازم نفهم ده احنا مش موجودين بس عشان يبقى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة بالله سبحانه وتعالى حتى لو قدينا إلى أن احنا ندمر ملكوت الله ندمر ملك الله وندمر الطبيعة احنا كده عصاء احنا كده فسدين احنا كده مفسدين وعشان كده في مسئولية مجتمعية مسئولية علينا كلنا ان احنا نحافظ على البيئة بس نحافظ على البيئة ونشارك كمان في تنميتها واللي منها الحفاظ والتعامل الرشيد مع كل مكونات البيئة كل المكونات دي لابد ان احنا يبقى عندنا حفاظ على التعامل مع البيئة ونكون كمان شايفين الاثار السلبية للتهاون في التعامل مع البيئة سواء بهدار موليدها او تلوسها بالعوادم والانبعاثات الضرة والنفايات في صورة من اشنع الصور اللي مرت في تاريخ الانسانية انا عايز اقول لكم ان اللي احنا جانيناه من حضارة وثقافة انا مش قادر اسميها حضارة ثقافة مادية كمية لا تحترم ولا تقدس كل ما حولنا قدت الى ماذا؟ الى ان فكرة المنفعة الكمية تهدر الحياة لابنائنا واحفادنا وعشان كده الثقافة دي والحضارة دي لازم تتغير وترجع تتخلص من هذه المادية التي صبغت الانسان وازت الانسان خلت الانسان يدور في المصلحة والكسب السريع وان كان ده هتسبب في ازة اكبر فيتم استخدام موارد في الصناعة ضارة وينتج مخلفات اضار تعال اقول لكم بس ايه اللي خلينا لما نحب نعمل قضة نوم نعملها ارو فننحط شجرة باكملها وكل ده يبقى شيء مهدر ايه اللي خلينا نفكر في فكرة الانتاج الوفير فننتج انتاج مبالغ فيه لأشياء لا حاجة لنا فيها الا بس عشان نعمل ايه عشان نعمل رفاها حتى لو كانت الرفاها دي على حساب البيئة على فكرة الحفاظ على البيئة مش رفاها ولا شيء من قبيل الطرف ده ركن من اركان الحياة مرتبط بينا زي بكده ان بداية الحياة كانت بالماء واجعلنا من الماء كل شيء حي فاحنا كمان ما ينفعش ان احنا نفرط في اي حاجة الانسان جزء من البيئة وصراحها مرتبط بصراحه وفسادها مرتبط بالضرر بيعود بالضرر عليه على فكرة الانسان مش سيد للكون ولا هو سيد في الكون الانسان مسؤول في الكون مسؤول عن الحفاظ على هذا الكون مسؤول عن الحفاظ على هذه البيئة ورعايتها والاكوان كلها فيها حياة حتى الجمادات بتسبح ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض كل شيء بيسبح ربنا يبقى احنا لازم نفهم ده